وصلت هولندية إلى القطب الجنوبي في جرار بعدما عبرت أن تركتيكا بسرعة وسطية بلغت عشرة كيلومترات في الساعة الواحدة إثر مغامر انطلقت فيها قبل عشر سنوات من بلدتها في هولندا فقد قطعت منون أوزيفورت البالغة من العمر 38 عاما 2500 كيلومتر من المرتفعات والمنخفضات في خلال ستة عشر يوما لتصل إلى القطب الجنوبي بعدما انطلقت من قاعدة نوفولا زارافيسكايا في أنتركتيكا قبالة سواحل جنوب إفريقيا أسوأ ما في هذه الرحلة إلى القطب الجنوبي كان سوء الأحوال الجوية حيث ذات صباح كان الثلج لينا جدا وعميقا فوجدت نفسي أقود لساعات طويلة من دون أن تتخطى سرعة 0.5 إلى 5 كيلومترات في الساعة الواحدة واستغرقتني ثماني ساعات لقطع مسافة 25 كيلومترا خفت كثيرا من أن تتوقف الرحلة إذا ازدادت الأحوال الجوية سوءا ويقضي التحدي الجديد لمنون الملقبة بفتاة الجرار بالعودة إلى نقطة انطلاقها لتصل إلى هولندا في الوقت المناسب وتنضي عيد الميلاد مع شريكها وابنتها البالغة من العمر عشرة أشهر ولم تكن منون لوحدها في هذه المغامرة فقد رافقها الفرنسي نيكولا باشليل متخصص في الميكانيك الذي تشارك معها في القيادة فضلا عن ستة أشخاص آخرين من بينهم فريق تصوير فيلم وثائقي اشتركوا في القناة